السلام عليكم أهلا وسهلا بكم متابعي قناة كيف وحياكم الله بهذا الفيديو الجديد وهذا الشرح القصير في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية تغيير وتعديل الإيميل في حسابنا على تطبيق تويتر بطريقة صحيحة طبعا يمكنك تحديث وتغيير بريدك الإلكتروني على تويتر ولكن يجب عليك أن تعلم أنه عندما تقوم بتحديث عنوان البريد الإلكتروني أو الإيميل المربوط بحسابك على تويتر سيقوم تويتر بإرسال تنبيه إلى العنوان القديم أو الإيميل القديم لإشعارك أنك قمت بتغيير الإيميل وأيضا سيرسل رمز التوثيق إلى البريد الجديد والآن ما هي خطوات تغيير الإيميل أو البريد الإلكتروني في تويتر في البداية راح تفتح تطبيق تويتر ويكون حسابك مفتوح على التطبيق يلا أنت حابب تغير في الإيميل والآن راح تضغط هنا على صورتك الشخصية بالأعلى ورح تدخل على أيقونة الإعدادات والخصوصية هذا الأيقون وبعد ذلك راح تضغط على الحساب يوجد عدة خيارات موجودة عنها والمهم بالنسبة لنا هو البريد الإلكتروني والآن حيطلب منك كتابة كلمة المرور الخاصة بحسابك تقوم بإدخال كلمة المرور هنا في هذه الأيقونة وتضغط على التالي والآن في هذه الخانة تقوم بكتابة البريد الإلكتروني الجديد هنا طبعا ملاحظة مهمة أنه لن يتم عرض إيميلك في معلوماتك وصفحتك الشخصية للعامة على تويتر طبعا هذه الأيقونة تمكن الأشخاص من العثور عليك بواسطة البحث عنك عن طريق البريد الإلكتروني يمكنك تفعيل هذه الخاصية ويمكنك إلغاء تفعيلها يعني اعمل الشيء المناسب إلك والشيء اللي برايحك وبعد أن تضغط على أيقونة التالي يطلب منك تويتر إدخال رمز التوثيق للإيميل الجديد طبعا ستصل لك الرسالة على الإيميل الجديد يلي أنت غيرته بتروح على الإيميل وبتجيب رمز التوثيق وتكتب الرمز هنا المكون من 6 أرقام وبعد الانتهاء من الكتابة تضغط على توثيق بكل سهولة وبهذه الطريقة تم تغيير البريد الإلكتروني الخاص فيك وبحسابك على تويتر وإذا كنت حابب تعرف أكثر عن تطبيق تويتر فعليك مشاهدة هذا الفيديو الذي ظهر أمامك على الشاشة وهو شرح كامل لتطبيق تويتر بالتفصيل وهيك بنكون انتهينا من الفيديو إذا شفت إن المعلومات مفيدة دعمنا بلايك واشتراك وإذا كان لديك أي ملاحظات أو استفسارات بإمكانك كتبتها في التعليقات أسفل الفيديو